احنا حدث هناك اخفاق في كاس افريقيا وخرجنا من الدور الاول وحدث هناك اخفاق وما رحناش الكاس العالم الاخيرة صح حدث هناك اخفاقين وراء بعض من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن تقييم هذا الاخفاقين؟ هل الناخب الوطني قدم تقرير عن هذا الاخفاق؟ ولمن يقدم هذا التقرير؟ انا هناك سؤال تعي ما دور المدرية الفنية هنا في الجزائر؟ ما دور المدرية الفنية؟ من يحاسب هذا المدرب في حالة الاخفاق؟ من يستطيع مناقشة هذا المدرب في مثل هذه القضايا؟ هذا الشيء اللي ما يخلينيش انا نتبع كرة قدم في الجزائر ومن وراء خلف الناخب الوطني أن تكون لديه كل هذه السلطة حتى يصل الكلام الذي يصل حتى بإمكانه وضع من هو رئيس الاتحادية وينحي رئيس الاتحادية وحتى رئيس الاتحادية وحده غير مهما هذا؟ هذا لا يحدث أبدا في الدول لا يحدث في أوروبا لا يحدث في أي عالم يحدث هذه الأشياء هذه تحدث عندنا فقط نحن لليوم لليوم ما عطوناش تقرير مفصل على ما حدث في كاس إفريقيا ولا ما حدث إلى كاس العالم هل المنتخب ملكية خاصة؟ هل إذا كان منتخب ملكية خاصة يقولون من الديان خاصة ومن يمتلك هذا المنتخب هذا؟ إذا كان هو منتخب الجزائريين فمن حقي أنا كجزائري أن نقول رأيي ومن حقي كنت تقول رأيك ومن حقي أي جزائري يقول رأيك هناك إخفاقين إلى يومنا هذا ما كان حتى تقرير عن هذا الإخفاقين وإحنا نواصلوا ولفينا الصفحة وواصلوا وجددنا من يجدد العقد مع المدرب؟ وما هي المعطايات التي يتم عن طريقة تجديد هذا العقد؟ اليوم ما قلونا شكو لي يجدد العقد؟ رأيش لي تحديها جدد العقد؟ لا أعتقد من يجدد العقد مع الناخب الوطن الجزائري؟ إذن خرجنا تماما من كورة قدم نحن في ميدان آخر